اشتركوا في القناة لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي كوب 27 واستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي كوب 28 بالإضافة إلى إطلاق المملكة العربية السعودية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي جميعها تؤكد دور المهم للدول العربية في دعم مكافحة التغيير المناخي هذا وأكد مع علي وزير المالية والاقتصاد الوطني أيضا في كلماته أمام لجنة التنمية باسم دول المجموعة العربية والمالديف على أهمية تعزيز التعاون الدولي المشترك وتوحيد كافة الجهود المبذولة ووضع الحلول المبتكرة والداعمة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وأهداف التنمية المستدامة لكافة الدول منوها بالدور الذي تطالع به مجموعة البنك الدولي في مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية التي تواجهها دول العالم وفي إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه قطاعات الغذاء والطاقة وسلاسة الحركة التجارية الدولية وحثم علي وزير المالية والاقتصاد الوطني على زيادة دعم تعزيز كفاءة البنية التحتية للطاقة والاستثمار في التقنيات المبتكرة لتقليل انبعاثاتها الكربونية إلى جانب وضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتعزيز ودمج مصادر الطاقة البديلة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص مضح أن أهمية زيادة الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره محركا أساسيا لمواصلة المضي قدما نحو تحقيق النمو الاقتصادي المنشود وزيادة عملية الانتاج